بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته سلامنا دين الذوق والأدب دين الاحترام ومراعاة مشاعر الآخرين وعدم إحراج الغير دين يدعونا إلى الكلمة الطيبة والكلمة الطيبة صدقة قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون يدعونا إلى أن نحترم شعور الآخرين يدعونا بالذوق الرفيع بالذوق العام وإسلامنا دين الزوق أن نقابل الناس ببشر وسرور وأن لا نعبس في وجوه الغير قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق بابتسامة هذه الابتسامة صدقة تلقاه بهذه الابتسامة التي هي عنوان الصفاء عنوان الحب عنوان المودة هذا الذوق في كل شيء حتى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أحد العلماء والأئمة وبجواره رجل عاص فيسأله واحد ما من الناس يقول له ماذا تقول في عقوبة تارك الصلاة يقصد هذا الذي بجوار الشيخ فقال له إن حكمه أن تأخذه معك إلى المسجد هذا هو الأدب وذاك هو الذوق حتى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وما كان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان أبداً ليحرج الآخرين ولما قال له الصحابة يا رسول الله إن هذا الفتى يصلي وراءك ولا يترك شيئاً من الفواحش إلا وارتكبها فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه فإن صلاته ستنهى فبعد قليل انتهى بعد قليل عاد إلى الله سبحانه وتعالى إسلامنا يدعونا إلى الاستئذان أن نستأذن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها بمعنى أن الإنسان يستأذن ثلاثاً بدون إزعاق لصاحب البيت ولأهل البيت وأن لا يرفع صوته بالنداء عليهم فإن أذن له وإلا فليرجع كما علمنا نبي عليه الصلاة والسلام ثم لا يقف في مواجهة الباب وإنما يقف يميناً أو يساراً ولا يطلع إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الأدب وهذا الشعور وهذا الذوق يدعونا إسلامنا إلى أن نعيش بهذه الآداب العامة التي بها لا نسخر من الآخرين ولا نتنمر من الآخرين قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيراً منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب لا ينادي الواحد على أخيه باسم أو بلقب لا يحبه وإنما ينادي بعضنا على البعض بأحب الأسماء إلينا بأحب الأسماء إلى أخيك تنادي عليه هكذا إسلامنا أدب وذوق حتى في الطعام والشراب أدب وذوق وأنت تجلس في الطرقات أدب وذوق وأنت تنظر إلى الغير وأنت تتحدث مع الناس وأنت تتعامل مع الغير وأنت تقابل الناس ببشر وطلاقة وجه وابتسامة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بأجمل الأخلاق وأحسنها لا يهدي لأحسنها إلا هو وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحب أجمعين بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى